اشتركوا في القناة سعيد جداً بلقائكم التواصل معكم مرة أخرى في هذه الحلقة الجديدة من حلقات دروس التقنية دائماً نتقاسم فيها جديد التقنية تقنية الهاتف النقال وتطبيقاته وجهاز الكمبيوتر أو الحاسوب وبرامجه في هذه الأيام ألفنا العمل على سلسلة خاصة بالبرامج التابعة لسلسلة أوفيس أو مجموعة أوفيس المنتجة من طرف شركات مايكروسوفت العالمية وبالتحديد على برنامج باورطونت في هذه الحلقة أيضاً سنتعلم أو سأتقاسم معكم طريقة الحصول على أشكال دائرية متوالية ومتتابعة منغالقة ومنفرجة بطريقة جميلة جداً تنفع في تشكيل أو صناعة المقدمات وخاتمات فيديوهات التي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذن نذهب مباشرة لأريكم نتيجة ما سنحصل عليه في نهاية هذه الحلقة ثم نذهب لتعلم طريق إذن هذه هي الدوائر التي تحددت عنها سنتعلم طريقة تشكيلها بهذه الطريقة بهذه الانتقالات والانغلاقات والانفتاحات أو انفراجات الخاصة بهذه الدوائر طبعاً تنفع في العد التنازل مثلاً أو مقدمات جميلة لبعض القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها اليوتيوب إذن جيد كان ذلك هو العرض الذي سنحاوله الحصول عليه في نهاية المنطف إذن نقوم الآن بفتح ملف جديد من ملفات الباوربونت جيد الآن نقوم بإزالة هذه العنصر بالتضليل عليها والضغط على زر سي بريمي في لوحة المفاتح إذن لاحظوا أن هناك خطين متعامدين جعلتهم هنا فقط ليساعداني على رسم الدوائر في منتصف هذه الشريحة وإلا طبعاً إن لم تجد هذان الخطان المتعامدين الموجودين هنا فيكفي الذهاب إلى أفيشاج هنا ثم أفيشي ثم إن لم يكن روبير هنا معلمة إذا أزلت تعليم على هذه الأدات لاحظوا تختفي هذه الخطوط أنت اضغط هنا فستحصل على هذه الخطوط المتعامدة الآن نذهب إلى تبويب انسرسيون هنا ثم فورم ثم عندما تظهر هذه الأشكال نختار منها هذا الشكل ساكل ك دائرة مجوفة ونقوم برسم تلك الدائرة إذن أقوم برسم دائرة مجوفة طبعاً لن أستطيع الحصول عليها دائرة حقيقية بمعنى الطول والعرض متساويان على شكل مربع ولكن لدي أداتين هنا لاحظة في ميز أون فورم لدي أداتين لحسن حظي طبعاً تمكنت من ذلك دون قصد مني حصلت على نفس الارتفاع في الطول والعرض 11.16 ثم 11.16 طبعاً يمكنك التحكم في زيادة الحجم عرضاً أو طولاً من خلال هاتين الأداتين الآن حصلت على هذه الدائرة أذهب إلى هذه النقطة الصفراء هنا ثم أقوم بتحريكها لتغيير سمك الدائرة لاحظوا معي الآن حصلت على هذا السمك الآن سأقوم برسم دوائر أخرى أصغر حجماً من هذه مدامة هذه لدينا 11.16 سأحصل على دوائر أصغر منها حتى تكون داخل هذه الدائرة أقوم إما بالضغط على Control في زر المفاتيح أو لوحة المفاتيح وأقوم بسحب هذه الدائرة إلى مكان آخر أو أقوم ب Copy Koli أنا أفضل Copy Koli أضغط هنا Copy ثم Koli إذن حصلت على دائرة أخرى طبعاً هذه الدائرة سأغير من القيمة قيمها طولاً وعرضاً أذهب إلى ميزون فورم لدي هنا 11.16 سأجعلها 9.16 ثم في الأسفل نفس شيء 9.16 إذن حصلت على نفس الدائرة لكن أصغر حجماً سأذهب بها إلى هنا لاحظوا حتى يظهر هناك فراغ بين الدائرة الأولى والدائرة الثانية الآن أقوم بتكرار العملية أكثر من مرة إذن Copy ثم Koli ثم هذه الدائرة أقوم بتغيير طولها وعرضها إذن أغير إلى 7 عفواً 7.16 ثم هنا كذلك 7.16 لاحظوا حصلت على دائرة أخرى سأذهب بها إلى هنا ثم أختار Copy مرة أخرى ثم Koli في مكان فارغ حصل على دائرة أخرى أقوم بتغيير إعداداتها إلى أن أحصل على أصغر دائرة ممكنة إذن أكتفي بهذا القدر الآن لدينا مجموعة دوائر واحدة أسفل الأخرى سأغير الألوان الخاصة سأجعله لكل دائرة اللون حتى يحدث التمايز بين مجموعة هذه الدوائر إذن أعطي لهذه بالضغط على زر الفقر الأيمن ثم الذهب إلى غوم بليساج أعطيها مثلا هذه الألوان من البداية إلى النهاية إذن سأختار هذا اللون ثم لون آخر الأحمر ثم لون آخر البرتقالي ثم لون آخر وهكذا إذن حصلنا على مجموعة دوائر بألوان مختلفة الآن سأقوم هنا في هذا المكان بإعداد شريحة ثانية مماثلة لها بالضغط على زر الفقر الأيمن ثم دي بلي كيلة دي بوزيتيف إذن حصلنا ثم أظن سأكررها المرة التالية نعم لمزيد من الإبداع الآن في هذه الشريحة الأولى سأعود إلى الشريحة الأولى اللي عمل عليها الآن سنقوم بإعطاء بعض الخصائص لهذه الدوائر حتى تظهر بشكل جيد إذن الآن سأعطي لي كل دائرة من هذه الدوائر نفس الخاصية للإنتقال الانيميشن والتي هي إذن بالضغط على أنيميشن هنا سأختار طبعا الضغط على أنيميشن ثم أجتئين أنيميشن وسأختار هذه هذا الشكل من أنيميشن غو راحضوا معي كيف حدث ذلك جيد الآن سأعود إلى الخلف وسأقوم بعمل نفس هذه الحركة لكن لجميع الدوائر دفعة واحدة من أجل ذلك سأقوم بالتضليل على هذه الدوائر جميعها حتى يتم اختيارها بشكل كامل ثم أذهب إلى أدت أنيميشن وأختار هذه الحركة غو لاحظوا فجيد الآن جميع الدوائر لديها خاصية الأنيميشن أو ستقوم بالدخول بهذه الطريقة ثم سنضيف سنختارها كذلك مرة أخرى ثم سنضيف لها أنيميشن أخرى للخروج هذه الأنيميشن الخضراء هي للدخول أو لبدء الحركة لاحظوا هنا مكتوب ثم هناك أخرى في الأسفل للخروج من الحركة سننزل إلى الأسفل بالأحمر ثم نختار كذلك إذن ستكون لدينا الحركة الأولى لهذه الدخول لاحظوا هنا عندما أضغط ثم الحركة الأولى الثانية للخروج لكن طبعا هذه حركة هذه الدوائر تقوم بنفس الحركة في نفس الوقت نريد للحركة للدائرة الثانية أن تقوم بالعمل مباشرة بعد بدء العمل بعد الحركة حركة الدائرة أولى ثم الثالثة بعد الثانية ثم الرابعة بعد الثالثة وهكذا ذوالك إذن القيم بذلك نذهب إلى Voli d'animation هنا إذن جميع هذه الحركات موجودة هنا إعداداتها ويمكن إدخال بعض التعديلات عالية الآن أضغط على Control وحرف A باللغة الفرنسية أو الحروف اللاتينة أو A باللغة الإنجليزية لاختيار هذه الحركات جميعها دفعة وحيدة إذن Control ثم A إذا قمت بالتضليل على جميع هذه الحركات فقط لأعطيها نفس مدة العمل لا ديوغي إذن سنعطيها ثلاث ثواني إذن نضغط هنا إلى النص لاحظوا تساع المدة مدة الحركة هي ثلاث ثواني أما بالنسبة للودالي أو متى تبدأ ومتى تنتهي طبعا يجب أن نجعل الثانية بعد الأولى والثالية بعد الآن نضغط في الفراغ لإزالة التضليل عاليها الآن الحركة الأولى ستبدأ في السفر الحركة الثانية ستبدأ بعد 25 الحركة التي بعدها بعد 50 إذن نضغط هنا الحركة التي بعدها بعد 75 الحركة التي بعدها بعد ثانية ثم الحركة التي بعدها بعد ثانية و 25 جزء من المئة الآن نذهب إلى الخروج ثم يبدأ بعد 25 ثم الحركة الثانية من الخروج بعد 50 الحركة الأخرى الموالية بعد 75 الحركة الموالية بعد ثانية أعتذر ثانية الحركة التي بعدها بعد ثانية و 25 ثم الحركة التي بعدها بعد ثانية و نصف جيد سنذهب هنا إلى أبيوكسين إلا نلاحظ كيف ستتم العملية لاحظوا هكذا أعطت شكل جمالي أفضل ثم عملية الخروج كذلك منظمة الواحدة تلو الأخرى إذن حصلنا الآن على حركة جميلة بين الدخول والخروج لمجموعة هذه الدوائر الآن سنذهب لتكرار هذه الشريحة بالضغط على زر الفقر الأيمن ثم ديبليكي لاحظوا إذن لدينا نفس العملية ما سنقوم به الآن هو تغيير جعل الخروج قبل الدخول الآن لدينا عمليات الدخول هنا ثم بعدها عمليات الخروج الآن سنقوم بتغيير أماكن الخروج ثم الدخول إذن سنذهب إلى أول حركة خروج هنا ونجعلها بجرها أو سحبها إلى بالضغط على زر الفقر الأيسر وسحبها إلى هذا المكان ثم نذهب إلى هذه ونقوم بسحبها بنفس الدخول ستنتج لنا حركة جميلة التي رأيتمها في العرض الأول لكن لاحظوا الآن سيقوم بنفس العملية في نفس الوقت بالمعنى الدخول والخروج سيتم في نفس الوقت طبعا هذا لا يناسب إذن الآن سنجعل هنا الدخول مع أو الخروج مع سفر ثم هذه مع خمسين وعشرين ثم التي بعدها مع خمسين التي بعدها خمسين وسبعين ثم التي بعدها مع بعد ثانية التي بعدها بعد ثانيتين وخمساتين وعشرين جيد إذن نجرب هل ستتم العملية بشكل مناسب إذن إذن لاحظتم تمت عملية خروج لاحظوا خروج ثم الدخول بشكل جيد إذن الآن سنقوم بعمل الحركة أخرى إذن سنزيل هاتان الشريحتان اللتاني قمنا بإعدادهما للاحتياط فقط سنزيلهما لأن لا حاجة لنا بها تمت العملية بناجح ولن نحتاج إليهما الآن سأعود إلى هذه الشريحة الأولى وأقوم ب copy سأقوم بنسخها ثم لسقها في هذا المكان بنفس الطريقة بنفس الإعدادات إذن الآن بعد أن أضفنا أو قمنا بتكرار نفس الشريحة الأولى وجعلناها هي في الشريحة الثالثة سنقوم الآن بالتضليل على جميع هذه العناصر وهذه الإعدادات بالضغط على control وحرف A باللاتينية أو بالفرنسية في لوحة المفاتيح نقوم بالتضليل عليها الآن سنختار après la precedence لاحظوا إذن تغيرت هذه الإعدادات هنا لاحظوا ماذا سيحدث عندما أضغط على APRC إذن كل دائرة إلى أن تنتهي الدائرة الأولى ثم تبدأ الدائرة الثانية وهكذا ذوالك بعدما كانت في الشريحة الأولى الواحدة تلاحق الثالثة تلاحق الثاني وثالثة تلاحق الثاني إلى غير ذلك الآن كل دائرة تقوم بالعملية بشكل منفرد إذن طبعا أنت وماذا تريد أو ماذا أحببت إن أحببت الشريحة الأولى قم بها الثانية أو الثالثة إذن لك أنا أعطيتك أكثر من خيار وأنت تختار ما تحب منهم جميعا الآن في حالة ما إذا كنت إذن سنقوم بإغلاق هذه الزاوية إذن ما أحببت أن تجعل في إحدى المقدمات هاتاني أو هذه الشرائح الثلاثة طبعا شريحة واحدة تكفي لأن مجموع الانيميشن أو الحركات الموجودة في كل شريحة حركات كثيرة تكفي لإنشاء مقدمة أو عد تنازلي لكن إذا أردت أن تجعل هذه الشرائح الثلاثة تعمل يمكن جعل إضافة تأثير انتقال من شريحة إلى أخرى طبعا الشريحة الأولى لا نضيف لها شيئا ثم الشريحة الثانية نريد أن نضيف لها انتقالا ما إذن نضغط على ثم تفتح هذه الأنواع من الانتقالات ثم نختار منها ما يناسبنا أنا أعتقد هناك حركة سبقة وأن تعرفت عليها هنا سأبحث عنها إذن حركة أغلوغ أو أغلوش واحدة هذه الحركة إذن أضيفها وأزيد من مدتها قليلا حتى تظهر بشكل جيد بتحريك هذا المؤشر من 1 إلى 3 ثم أذهب إلى الشريحة الثالية وأضيف إليها انتقالا أو تأثير انتقال أو موجود هنا أو فورم هذا الشكل ثم أزيد من مدته الزمنية هنا من 08 إلى 3 جيد الآن نعود إلى هنا ونضغط على هذا الزر اللي يعطى الصورة بشكل أوضح لاحظوا ماذا سيحدث إذن هذه حركات الشريحة الأولى الدخول ثم الخروج ثم الشريحة الثانية ثم الشريحة الثانية مع موسيقى ك طبعا سرعة هذه الحركات انت من تتحكم فيها من خلال الاعدادات ان تكون سريعة او بطيئة بحسب ما تريد طبعا هذه الحركات انتقال من الشريحة الاولى الى الثانية كان يتم عبر الضغط على زر الفقراء الايمن اذا ما اردت له ان يتم بشكل اوتوماتيكي الانتقال الى هنا يكفي الضغط على الشريحة الثانية ثم اتجاه الى هذا المكان إذا انتقال الى الاخرى بل اختار الشريحة الاولى الانتقال الى الشريحة الاخرى بعد اذا ازيل تعليم على مانيو المؤي بشكل يدوي الى بشكل تلقائي واعين مثلا بعد جزء واحد من المئة ثم اضغط على افليكي حتى يتم اضافة نفس الاعدادات الى الشريحة الثانية والثالثة الان نعود الى ديابوراما نلاحظ انا لم اضغط بزر الفقراء نهائيا والحركة تتم الان بشكل تلقائي لاحظوا من شريحة الى اخرى دون اي تدخل مني طبعا شكل جمالي ربما اذا غيرتم الالوان تحصلون على شكل اجمل من هذا طبعا تناسق الالوان مهم في مثل هذه الحركات وكذلك تتابعها إذا يمكن وضع الشريحة الثانية هي الاولى والاولى هي الثالثة وغير ذلك يمكنك تجريب كل هذه الادوات فقط انا اعطيك الاسس التي يمكن ان تعمل بها او القواعد الاساسية للقيام بذلك وانت لك ان تبدع بافضل مما ابدعت انا من خلال هذا الفيديو اذا كان ذلك هو ما اردت ان اتقاسم معكم اي والاخوة في هذه الحلقة طريقة انشاء هذه الدوائر وتحركها وتحكم في سرعة حركيتها دخولا وخروجا اضافة الانيميشن والترانزيسيون اذا شكرا لبقائكم معنا في هذه الحلقة اضرب لكم موعدا في القريب العاجل مع حلقة اخرى وفائدة تقنية جديدة باذن الله شكرا لبقائك معنا اذا اعجبك الفيديو اوجدت ان فيه فائدة لا تبخل بالضغط على اللايك اوجم اسفل الفيديو وتقاسم الحلقة مع اصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستفيد منها الجميع وتعمل فائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته